السؤال بيقول أنا حصل معاي حادث ورجلي اليمنى اتجبست من القدم إلى تحت الركبة والدكتور مانع تماماً المياه إنها توصل للجبس بأي شكل لإن فيها مشكلة فالسؤال هل يجوز الوضوء من غير ما أخسل الرجل اليمنى وطبعاً أنا مقدرش أقف وصلي لنفس السبب فبصلي وأنا قعدة في مكاني هل ده صحيح لإن مش بعرف أجيب أي ركن من أركان الصلاة غير وأنا قعدة مش بقدر إني أقف أو أركع أو أثبت شفاكم الله وعافاكم ولا بأس طهور والمنصوص عليه عند فقهاء المداهب المتبوعة هو مشروعية إن إحنا نمسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل في أو غسل هذه الأعضاء المخصولة أو المسح في الأعضاء الممسوحة في الوضوء أو الغسل وإن هذا المسح بيقوم مقامها تماماً وده من تيسير هذه الشريعة الغراء واستدلت المداهب المتبوعة على ذلك بما جاء في سنن ابن ماجا والبيهقي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال كسر زند يوم أحد فسقط الواء من يدي كان شاي للراية فوقعت بعدما كسر زند سيدنا علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت يا رسول الله ما أصنع بالجبائر فقال لم سح عليها يبقى ده دليل معانا واضح وقوي الأولى أنه يتم الأولى يعني إن تيسر أن احنا نعمل كده لو واحد كسر لو واحد تعرض لحادث يعني وهو هناك هيبتدوا يعملونه الجبيرة لو لح إنه يتوضى قبل ما يحط الجبيرة كان بها يعني الأولى أنه يتم وضع الجبيرة على طهارة خروج من خلاف الشافعية والحنابلة سواء كان محتاج غسل أو محتاج يعني وضوء بحسب الوضع بتاعه الأولى أنها توضع لو تيسر ما تيسرش ما فيش مشكلة يعني إن تعذر ذلك وتعذر إن هي تحطت وإنت مش متوضي أو كده يبقى تعذر النزع لأجل الوضوء أو الغسل اللي عليه الفتوة هو صحة المسح عليها ولو وضعت هذه الجبائر أو الجبيرة دي اللي هي الدماضة بتاعة الكسر دي على غير طهارة كما هو مذهب الحنفية والمالكية يقوم الشخص المصاب بالمسح باليد المبتلة بالماء مش لازم تبقى مبلولة قوي أنت بتبقى يعني بتبلاها بل يسير بالماء على الجزء المصاب الذي تم وضع الجبيرة عليه بنفس الترتيب بين الأعضاء في عملية الوضوء ولا يشترط أن أنت تجمع ما بين غسل الأعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة وبين التيامم كما هو مذهب السادة الشافعية بل يكفي حضرتك الغسل والمسح فقط في الوضوء وبيستحب لذلك الشخص أنه هو يجمع معهما التيمم خروجا من الخلاف يا صاحب السؤال فإن طبعا القاعدة المعروفة الخروج من الخلاف مستحب يعني الإنسان أنت النهاردة حصل كسر لعضو من الأعضاء اللي هي المفروض أنها بتغسل هناك من يقول أنك أنت من الفقهاء الكرام في المداهب المحترمة أنك أنت تقدر أنك بتجمع ما بين عملية المسح والتيامم مع غسل الأعضاء لو قدر الإنسان يستحب قدر يعمل ده قدر ما قدرش ما فيش مشكلة الأمر على الساعة واختلاف فهم الفقهاء للأدلة الشارعية مراد شارعي لأنه بيدي ساعة للناس اللي ينفع ده في الحالة دي يقدر يعني يأخذ بهذا أو يقلد ذلك الرأي مش هيعرف يأخذ بالرأي ده يقلد رأيا آخرا معتبرا لأن كلها أراء علمية من أهل العلم طيب بالنسبة للصلاة بقى أنت حدريك بتقولي أنا مش هقدر أسجد ولا أركع ولا أوم ولا أعض زي ما كنت بعمل قبل كده اللي هي أداء أركان الصلاة على ما هي معلومة وعلى الحال المعروفة عليه كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هناك قاعدة جليلة مستنبة من الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعت هي بتتعلق بأن الاستطاعة والقدرة شرط التكليف الاستطاعة والقدرة شرط التكليف لأنه يعني الإنسان لا يكلف شيئا لا يستطيع القيام به يعني إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة في حال القيام ما يقدرش يقف بسبب أن رجليه مثلا كسر في قدمه ففي الحالة دي هنقوله لا لازم تصلي كده لا بنقوله صلي وانت قاعد ولا حرج عليه وورد في الصحيح من حديث سيدنا عمران بن الحسين إنه قال كانت بيه بواسير فسألتني يعني مرت أصابوا من إنه يقدر يقف فبيقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هعمله لأنه داركن القيام داركن فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلوا بهذه الرسالة اللي كلها تيسير ورحمة بالعباد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائمة ده الأصل فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جم يعني بناء على هذا الحديث الواضح بيكون الإتيام بالأركان على هيئتها الطبيعية عند الاستطاعة والقدرة وعند العذر يكون بخلاف ذلك يعني إيه سواء بقى أنا حدي هأتي أو سوف أقوم بأداء الأركان دي بالجلوس عشان أنا مريض أو عندي عذر منعني من القيام أو أداء الركن كما هو منصوص عليه أو غير ده بالجلوس بالقعود الإنسان بأن الإنسان وهو مدد حسب الحالة التي يستطيع أن يصلي عليها مع مراعاة طبعا التدرك في عملية أن أنا إزاي حقدر أجيب الركن حال المرض أو حال ما نعمن عني من القيام بأداء الأركان على الهيئة الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام واكتهد الإنسان في كل ذلك والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى صاحبة السؤال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء والعافية اشتركوا في القناة